اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم معكم احمول بيبو وحلقة جديدة وهو وتحديث جديد. تحديث خمسة ثلاثة. يمكن نزلوه بسرعة جدا. انا اصدربت الصراحة ان هم نزلوه بسرعة دي. يمكن ناس كتير وصل لها التحديث ولكن لسه هو ما نزلش بصورة رسمية. حتى احنا ما عملناش الفيديو بتاع اللي احنا متكلم فيه عن التحديث. وهنشوف ايه التغييرات اللي موجودة فيه هو وصل مجموعة من الناس ولكن آآ لسه ما نزلش بشكل رسمي. طبعا مفكركم هدفنا ان شاء الله ان احنا آآ عندنا هدف ان احنا نوصل لخمسة ثلاثة مشترك فاحد بتفرجعينا مش دايس عزرا المتابعي دوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس ويلا بينا نخش نشوف ايه اللي ظهر في التحديث. مجرد ما بفتح اللعبة طبعا زي ما احنا متعودين بمجرد ما التحديث بيجي بطلع لنا لستة بالمعلومات اللي موجودة. جديد في اصدار خمسة ثلاثة زيرو. تنمو الابقار في المزرعة. زي عودوا حاجات في الزراعة كمان. قم بتركات مزرعتك. آآ قم ببناء اربع حجول اخرى. مش عارف هنجيب مكان من ين. اعادة توزن الخصاد والتغزية. الزراعة بسهولة اكبر. لوحة المتصدرين المحزنة في الوادي. آآ في اللي هي آآ تجرب اداة الوادي. وكهف الروح مغلق الان للتجديد. طبعا احنا كده كده كنا متحققين ان الكهف او عارفين يمكن الكهف عشان كده يمكن احنا عملنا فيديو بنتكلم فيه عن الكهف. عدد سياغة لوحة المتصدرين وادي التجارب. مرحبا رعاة البقر. ورعاة البقر. ماشي. ومقظوم يعني الولاد والبنات. آآ اهم الاخبار بالتأكيد هي قدرة على تربية الابقار في مزرعتكم ببناء حزيرة الابقار اللي يتعام الابقار كانت استخدام المحاصيل مختلفة ولكن الطريقة اقصر فعالية علف ابقار من الكرمب والقرع والفاصولية. حاجات تانية خالص هنضطر ان احنا نقعد نزرع حاجات تانية عشان يعني. يعني قصة سيحصل اللاعبون في مستوى ستين ومع فوق على جميع الموارد اللازمة لبناء حزيرة البقر. وحزيرة الدجاج في صندوق البريد. المزرعة جنب الى جنب مع بعض البزور لصناعة العلف نظرا لان انتاج اللحوم في المزرعة يعدى ميزة عالية المستوى. فاعتبرها مكافأة للبدء. ده الناس اللي فوق الستين. طب الناس اللي تحت ستين تغبط معها في الحيط. مع زيادة اسرتك تحصل على الاربه حقول اخرى. متاحة للبناء. واخبار رائعة. آآ يبلغ الحد الاقصى لمحاصيل المزروعة الان متين. محصول الالياف. وستين للاعلاف. طيب هنشوف ده معناهم ايه? عدد التوازن لقواعد الاعلاف والصروع الحيوانية. تم كبح جماحتك المخلوقات الجاعية في المزرعة. يأكل الدجاج اقل بكسير ومرأة واحدة فقط في اليوم. آآ ماشي يعني لان هم الصراحة برض كنتم شايف ان هم بيأكلوا كتير جدا. تعتمد زيادة كمية المياشية على مستوى حزيرة الدجاج. والذي يمكن ترقيعته لمستوى اربعة. يعني تفتح دلوقتي ان احنا نرقي الحزيرة بتاعت الدجاج الى مستوى اربعة. آآ المزيد من التغيات المسيرة لنظام تربيات المواشي. تم اعادة سياغة التجارب الوادي وخاصة زعيمها. آآ الدوريات المنافسة اكثر عادلا. هيبتدي يبقى فيها آآ زي ما قلنا يمكن آآ دوريات. تم اضافة دوريات برونزية وفضية وزهبية جديدة مع خمس اقسام زي التحالفات بالزبط. الحرب بتاعت التحالفات. سبب آآ نقط هنشوف بقى التغيير من جوه عامل ازاي? اجراء ان اطلت بعض التغييرات من تعويضات. آآ ودي يمكن لما قالوا ان هما هيددونا الحاجات عشان نقدر آآ زي برضو آآ كوبل هو ده كوبل ده الجرس بتاع اللي بنبدي بيه الحزيرة. بزرور يقطين بزرور كرومب وبزرور الفصورية الموجودين وكمان اددونا الفراخ تعويضات. آآ التعويضات دي آآ بخصوص الحاجات الخاصة بكه في الارواح لانها تشارت خلاص. فآآ دي كل الناس هتاخدها. او الناس اللي كان عندها آآ مخزنة جزء من الحالية بتاعة كهف الارواح. آآ وكمان آآ بدأت مصابقات الكانيون. وزي ما انتم شايفين كده آآ درع امريكي اصلي عمبوب غير شائع قبضة من النوادر ومجموعة من الموارد. طيب تعالوا نتعلم اكتر اللي جود تصل بخاتم. يعني محدس اللي ابو والله. ماشي معا لنا آآ عملنا رفتش كده تاني اندفاع الدهب اهو. ده بتاع التحالفات خلاص. مهاجمات الكانيون بقت زيها. زي ما انتم شايفين كده للمشاركة اكسب النقاط الف وتمنمائية نقطة. برضو ان الف وتمنمائية نقطة دور كتير. الف وتمنمائية نقطة دور كتير. يعني احنا المفروض انه بيتحسب لنا نقطة على كل وحش بنقتله. فالف وتمنمائية نقطة دور معاناها ان انا محتاج ان انا هقتل الف وتمنمائية وحش. فالف وتمنمائية وحش ده يعني مفروض انه نلعب الكانيون هلعب التجارب قدير وادي اه يعني مش عارف. في المرة هنقتل قد ايه متين تلتمية. مش عارف. يعني خلينا يمكن يغيروا الحساب ولكن النقاط لأ انا شايف انها ممكن تبقى متغيرة عن كده. طبعا هنا كهف الارواح اتقفل. اتشال خلص مع الخريطة. زي ما انتم شايفين كده اتشال تماما. ما كانوا لسه موجود او مش موجود. يعني هو كهف نفسه مش فاهم. هو انا الكهف رفي. هما لغوه تقريبا. المهم ان احنا هنشوف التعديلات بعد كده ايه اللي هتحصل تها توقف طارد. توقف طارد طبعا بنجيب منه للسماد. انا مش محتاج السماد دلوقتي انا منك يحتاج كو بيه اللي عشان نبتدي نشوف بقية الحاجات. تعال نخش جوه المزرعة ونشوف ايه التغييرات اللي موجودة. اه يمكن قبل التحديس ده انا كنت دخلت بسيت قبل ما نزل التحديس كنت دخلت بسيط واكتشفت ان هما الاماكن بتاعت الحقول بقت بفلوس بس. فاستغربت جدا. هنا يمكن انا اتجعوها بتاني ولكن السعر غالي جدا. يعني انا انا اشتريت واحدة عفوا بمية خمسة وعشرين. فالتانية بمتنين وخمسين. انا معايد ده باشتري التانية بس وبعدين. زي متو شايفين زاد زودوا اماكن فوق. فبقى فيه كمان اماكن لاربه حقول. ولكن يا جماعة المزرعة صغلت. مزرعة صغلت وانا جاي عليها هجوم دلوقتي. يعني هقعد اشيل الحوائط وبنتده ابني حقول وابني حاجات وخصوصا ان القطاع الطرق ما بيش هيجموا عليها. فهم ما بيجموش على الحقول والكلام ده هيكون مدخنية على المزرعة على طول. فانتو عايزين انا تسرق. يعني ده مش حل. يعني ما عندي اشغل المكان ده. يا ده بكابني في الحزيرة. ما هو ده المكان الوحيد اللي فاضي وانا مفضيه برضو. يعني كنت في حبة حاجاته ولغيتها. فيعني مش كده. زي بقر ولا ايه. يعني مش فاهم هم عايزين ايه. طبعا هنا ده هنا المكان بتاع قن الدجاج او الحزيرة بتاعت الدجاج ابتدوا ياكلوا اهل. تمام? آآ برضو انا مش شايف ان هو مهم اوي لان برضو ما هنا بجمع لهم من برا. انا مش فاهم برضو. يعني خلونا نبص هنا على برضو المنطقة بتاعة الزراعة. آآ هنا برضو لحم الابيض والتخزيط الدجاج. علف البقر والفليه ولكن دول مش هنقدر نعملهم لازم نلاقي المزرعة. آآ حاجاتها يمكن الى حد ما سهلة. آآ الحاجات مش كتير قوي. آآ السعر برضو بتاعهم يعني انا لو دست على آآ اشتري الان آآ الاسعار آآ الى حد ما رخيص. يعني تسعة وتلاتين آآ جنيه ويعني اقوله اربعين جنيه. ولكن كده كان الموارد معي. آآ مش عارف والله. آآ يعني ممكن هو كده كده اليوم احنا مش هستفيد بيه حاجة. انا بس عايز اقولها لكم لما تخلص. فما فيش مشكلة تعالوا نشتري احنا كده كده معايا كمية فضة كبيرة. خلونا نشتري كده ونشوفها. آآ خلصت خلصنا اليوم ولكن هي ما زودناش اي حاجة لعرفة البقر ده بيتعمل من الكورومب والفصولي اوي آآ اليقطين. آآ ومعناش منه كميات فهنتطر بقى ان احنا نزرع ونبتدي نستنى. البقرة بتطلع في ليه? طلع قد ايه معرفش تمانية. تمانية في ليه? كتير اوي برضو تمانية في ليه? بس هيبقى ارى يعني فاكيد حجمها كبير. تعالوا بص على الزراعة. الزراعة هنا زي ما انتم شايفين الدرة ستين. بقينا بنزرع ستين. الامحي ستين. آآ هنا طبعا الحاجة ناخد بالنا ان هنا الزراعة متقسمين اتنين. عشان برضو نبقى متخايدين المنظر هنا يمكن عشان هنا كل ده ده نرى مكمله حد الاخر او مرافع مستوى خمسة. الحاجات اللي بتتاكل او اللي بتستخدم كعلاف نقدر نزع لستين. الحاجات اللي بنستخدمها في الصناعة آآ او في الصناعة بقى الاخمشة والحبال والكلام ده. آآ دول نقدر نزعهم لحد متين. يعني دي برضو تغيير من التغيير زي ما انتم شايفين الكرومب ياختين الفصولة الخضرة قامحة دورها دول ستين. الارياب بقى الجوت للقطن الكتاني القناة بدول متين. فهم بيزودوا الحاجات اللي احنا بنقدر ناخدها نصنع بها آآ آآ سواء بقى اقمشة سواء آآ حبال الكلام ده بقى هنقدر نزرعه لحد متين ناخد كمية كبيرة. ولكن اللي احنا هنستخدمه في الاكل او في الاعلاف هنزرع لحد ستين بس. ليه برضو مش عادي يعني يشمع لستين. يعني ليه مش مية مسلا. هو احنا كده كان عند لها شبوب اصلا بس ماشي. يعني خلوها نعديها هنحاول طبعا نعدل هنا في البيت عشان نبني. نحاول بقى نلزق الحاجة كلها في بعض. يعني مش عارف. مش عارف فعلا مش عارف الشجرة دي احطها فين? يعني مش كلا ان انت لما بتجي ممكن تجي تحطها في حتة تقفل لك باب تقفل لك حاجة ما تبقىش عارف فتاعة دي اصلا. فمش عارف يعني مش عارف صلاح. خطها هنا. يعني ولا احطها هنا اولا مش فعلا خطها هنا. هنا حيطة هيو هيبقى قدامها فاضي. آآ دي برضو على قلت اجيبها هنا بتاعة البقر بتاع المياه قلت يبقى جانب الزراعة يعني حاجة على اقل تبقى كويسة. هناخد كده الحزيرة بتاعة الحبوب دي اعزين بس نبيعتها شوية عشان ما تقفلش الببان. تمام? آآ عن عندنا هنا آآ دي برضو المزرعة بتاعة آآ او هنا المكان بتاع حيوانات القريفة المباني بقى كتير. يعني يا جماعة يعني مش عاير في الصراحة. يعني انا فعلا مش فاهم. هل بني هنا الحزيرة? آآ الحزيرة بتاعة آآ الابقار. آآ خلينا نبنيها هنا في النص. هي امكان بتحتاج آآ دول طبعا الموارد الاولانية اللي احنا هنحطها بها اولا لكن بعد كده هنخش نكملها كالعادة كل المشاريع احنا بنبني بحاجة بعد كده هنخش نكمل الحاجات اللي جواها. هو طبيعي. آآ طبيعي. الحزيرة كبيرة. الحزيرة بتاخد آآ مكان اكبر من الحزيرة بتاع ما اكيد حزيرة الدجاج صغيرة وحزيرة الابقار ده اه كبير. محتاجين ان احنا نشيل حابة حاجات موجودة في البيت انا ده يعني انا مش عارف اقول ليه صراحة مش عارف والله ما عارف يعني ليه? آآ معه اه معنى كده ان احنا هنضمر كل البيوت اللي احنا عاملينها كل التصميمات اللي احنا عاملينها هنبتدن صغر فيها لان احنا ما عناش فلوس نشتري اللي انتو عاملينها بارقام عالية جدا. يعني. وانتو بتعمل لي تحديث عشان تقدرني? ولا ما انا مش فاهم? طبعا هنحاول نشيري حتة دي. ناخد بالنا ان انا لو شيت في الارضية هيشير كل الحوائط اللي مالهاش تزمة. يعني هيسيب الحوائط اللي جوه. ولكن ناخد بالنا برضو من الموضوع ده. الحاجة هتحطي معي في جيبي. او لو جيبي مليان او الحقيبة مليانة يعني ناخد بالنا الحاجات هتحطت هنا. لو الحقيبة مليانة هتروح على المغزن. لو المغزن مليان هتضيع. خلي بالكم. خلي بالكم. يعني ما تمسحوش الحاجة غيرو انتم متأكدين ان انتم معكم كان في في الحقيبة. اهو. بص عملي علامة حمرة خلي بالك. انا لو دست دروقتي على علامة الحمر دي هيمسحها. هيمسحها خلص. لان حاجة هتضيع. هتضيع علي حتى. اه انا مش عارف كمان هتطور يعني هتطور فين? ما انا هتطور بقى هحاول هتطور اللي جوه. الحاجات اللي جوه. يعني الحوائط اللي جوه ما هي دي بقيت اللي جوه انا كنت سايبها ما رفعتهاش لاي على مستوى. اهو ما بطورش فيها عمتا لان هي جوه. اهتميت ان انا اطور اللي وره وصراحة بيني وبينكم بقى لي فترة كبيرة ما بطورش حوائط ولا حاجة بس يعني اه محتاجين بقى ان احنا نطور. عشان حتى نمنع طرق هنا المنطقة بقت سهلة. اه بقت سهلة ان هم يخشوا معيش حتى دردار للأسف. معيش معيش خشب. ما دي اضطر ان احنا بنوح نجيب خشب آآ مستوى اربعة اللي هو البتاعي الدردار. عشان نرفع آآ المستوى. للمشكلة ان انت بتاخد ايه? انت بتاخد مستوىات قليلة ليه? لان ان انت بتاخد انت لما بتشيل حاجة بتاخد مستوىات واحد واثنين وتلاثة واربعة مسلا. لو انت اشلت حيطة رقم اربعة. مما بتخش ترفع تاني فانت بتكون مسلا هرفع الحيطة المستوى اتنين. فانت بترفع تلاتة او اربعة. بس زي ما انتم شايفين كده. فانا هيفضل معايا حاجات بتاعة موارد مستوى واحد واتنين. آآ مواردش بقى حاجة. مواردش بقى حاجة وبقيت زيادة عن يعني هخشها مسح شوية طوب بقى او شوية حاجات وشوية مسامير من اللي هو مستوى واحد واتنين. النحاس والبرونز. يعني يعني مش حارف. يعني يعني مش متضايق جدا من موضوع وانا حتى عادي بعدل في البيت. ومهتجين ان احنا المنطقة دي بقت سهلة. يعني هما لو دخلوا وبقوا عناف هما اصلا في الهجوم فبقوا يعني فيه هجوم هيحصل علي كمان شوية. آآ خلينا نبلك طبعا انا بنيت دي كده سدت الحوقت اللي وراه. يعني اللي وراه دي ما كده ما بلقاش لها لازمة. فهضطر ان انا شيلهم. وبتدي يحاول بقى اعمل في الجنب بقى اعمل يعني مش عارف. آآ كمان يعني تقسيم البيت وانك تطوروا الموضوع مسهل. اللي احنا بص على الحزيرة دي الحزيرة هزا ما انت شايفين محتاجين طب انتم مديني انت قلتم انتم مديني الحاجات عشان نبني. انتم مديني آآ كوبل واحد بس او الجرس ده واحد بس وانتم محتاجين اتنين عشان نبني. زر حديني معايا كتير معايا يا دوبة عشرين مصباح كيلوسين. لكن معيش يمكن في الكوبل المصامين المصور بيها هنعملها. والاواية حدد دي هنعملها معيش دردار للأسف فهنضطر ان انا اروح اجمع دردار فهي هو هيسحلني بقى في قصة ان انا اروح اجمع حب الدردار. ولكن هستنى طبعا الهجوم اللي ياسر عليها ادوية حدد دي هنقدر نعملها. معاي موارد كفاية ان هي تعملها. آآ طبعا لوحد معهوش فهيضطر ان هو يروح يجمع بقى آآ حديد ويروح يجمع خشب ويروح يجمع. هو انا عارف ان انتو آآ عاملين اضافة بحزن للناس هتاخد وقت وتستمتع. لكن ما هو انا هقعد وههد في البيت واقعد هوسع في البيت ومعيش روس اشتري اراضي وانتو مغانين الاراضي. وآآ ومش عارف. والصراحة هم المفروض برضه انا اللي مدقيقني ان هم قالوا ان هم ههدونا اتنين من الجرس عشان ابني الحزيرة عاطون مداني واحدة بس فانا مش هارف ابني الحزيرة. هستنى بقى اجمع الحاجة وروح اجمع شوية دردار. طبعا كل الموارد اللي معايا هو زي ما بقول لكم موارد مستوى واحد واتنين دول هاخدهم ارميهم. لان غريبا ما لهمش مكان معايا. آآ ده يمكن نظرة اولانية للتحديث. او يعني انا مش عارف صراحة انا مش مبسوط. انا كنت مستنى انا كنت حمست التحديث ومستنى اشوف ايه اللي هيحصل في كهف الارواح ولكن التحديث جيه بزراعة فمش مبسوط الصراحة. فكركم هدفنا ان احنا وصل لها مستوى الاف مشترك. فاي حد بيتفرج علينا مش دايس هزام متابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرز. واستنونا بقى نشوف لما التحديث نفسه ينزل هل هينعطل فيه حاجات ولا لا? هتشوف. بقيت الناس اللي قدر تشوف التحديث وتلعبه. ولونا كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة